يا حي و الفن تتفن هي غني غني اكلام ما يعني هي داني داني هي شني شني صوتك معجبني هي شني شني دي كثة طفا هي داني داني هي شني شني ولد سخافة هي شني شني و المش مبيوع هي داني داني شكوى للفيفا هاي دني دني نفخي بالدموع هاي شني شني بيستو معريفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البتاتا وخروف مصور هاي شني شني ربعيات الربعي تا يوم الأربعاء أربعة لا يتأسف على نهايتهم أحد مرض خبيث أصاب العديد من البلدان هما يحاربوا فيه هو يتجدد وناهب يسرق ويسرق ويسرق وما زالش حال معرف اشحال المبلغ والعدد ومسؤول رفضه الحراك حاب يقعد إلى الخلود وإلى الأبد ورئيس دولة عظمى خرج راح يخرج من الباب الصغير وبدون السند أعزائي المشاهدين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته أهزوا الفلا وإن مرحبا يسوينا على سلامة يون وعشركم وغاياو ولبسوا انتم اللي خيرتوا برامجنا وخيرتوا قناتنا قناة الحياة الجزائرية وضروا وكراكم برونشي مع حصة شني شني شو وكما تشوفوا فيا وكراكم قاعدين والمورة اللي راح يملحوا إن شاء الله دايما نملح أم عايشي نيشي نية أو اللي ما يطلع لهش المورة اللي راحي ننية أصدقائي الأطفال واش رايكم وهايا ورم يلحقوني لي فيديوه والجالي يتعنى المقيمة في الخارج اللي رام في الساوث أفريكا وبعض الدول الإفريقية وجيران اللي رام منا قدامنا هنا من تونس من المغرب من ليبيا من الموريتانيا اللي رام يشوفوا فينا من الشعب وكرا إحنا ذلين لبغوكم ورم يلحقونا لي ميساجاتي تاعكم والي رام في الماليكان في لانجلانكتير في الألمان في البلجيك في الدول بعض الدول أمريكا اللاتينية في كذلك الخليج وكراكم املاحوا وغاياوا لبسوا أيام اللي دماري المزيقان وكرا جباة الخير ضروك ندخل شوية ونغوص شوية في البوليتيك انتع السياسين تاعنا كما قلت عنده واحد اليومين الطبقة السياسية راه تترقب وتنتظر وضروك يعني الدستور راه تخل حيزة كما نقوله التنفيذ التعديل تاع الدستور راه تخل وضروك رام راحين يخرجوا النتائج انت كذلك انتع التعديل وإعادة النظر حول قانون الانتخابات والأحزاب ضروك راه تتجند وتترقب باش تدخل في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وما نشعارفين كيفاه واقتاش وكيفاه واش راح يكون واش راح تخرج القوانين الجديدة هذي تعقالون الانتخابات بس صحة الأحزاب السياسية نها اوكا ثاني الشعب راي يسنى والشعب ثاني راي يترقب باش والشعب ثاني راي يشوف باش مايعود يشوف الشي اللي يشوف ومن قبل عالمك شوف 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 الوقت المكشوف واكا ثاني قلك لا يلدغوا المؤمنون من الجحر مرتان بس احنا الشعب بتاعنا راه متل تخشغي مرتان راه من بكري ما شافش النور شوي يضو مكاش اوكا الأحزاب بدون ما نسميه ولا نتاهم المسائل اللي يرام على المستوات على المزالج المنتخب سواء الله البرممان بغرفته ولا البيويك ولا البلدية ومش يتوش ش يسرو يا المتابعات القضائية والقضايا تاع الفساد وبعض المسائل اللي ما كانوش في المستوى وخانوا الأمانة والشعب ما اضمر ما نروحوش نشوفه غذر وكفي الشتوية شهر صاري فيهم لو كان المسائل المحليين خدموا خدمتهم من مية في المية وكين اهضر انا دائما نستثني الناس اللي خدمت ما نقولوش باللي كامل ما خدموش ولكن اللي ما خدموش بسافة وكين روحوا الارويقة العادة لشكو نلقو نلقو وما اكثرهم الجماعة اللي كانوا على مستوى المزالج المنتخبة وكين روحوا لالبرممان بعض اللي دي بيتي خد كين اللي دي بيتي كيران ينهضر النار ويقولولي انت عندك الحق منهم اللي انا نستثنيهم ودايمن نقول الشرفاء والنزهاء اللي صح نتخب عليهم الشعب ولكن قلتون قليلة وهذا الطبقة السياسية اللي فيهم كانوا داخلين في التسيير وكانوا في الوالي اش يداروا يا اخيبة مور اخيبة وكين فيهم اللي روحوا يحبين يعودوا يوليو بس احاج مع تلخير هذو بعض منهم الشعب راه وموش قبلهم والشعب راه ما تضمر وموش باقيهم الشعب راه باقي افكار جديدة ضخ دماء جديدة وجوه جديدة كفاء يعني كما نقولوا احنا الناس يحوسوا علموا كافاء وهم بلا كفاء كل واحد كان داخل لهذا العمر هذا يعني كل واحد لحسب نيته بس احتكشفت الامور ضروك رايحة للعس مشي للدس الشعب راه راه خلاص عرف كلش ومن روحوش بعيد والحراك شدوا من دا الحراك وحتى الدولة تعنا راي تتمشي على حسب وش قال الحراك ورماشين معاه يعني اشي اللي قالوا الحراك من قبل والمطالب بتاعه ومن بين المطالب بتاعه انه الناس اللي دارت الحراك دارتها ماشي غير علاجة الحجب مهيئة معينة على عدة اشياء من بينهم هذو ما وهذو ما اللي ما كانوش في حسن الظن وشتوشي دارو دخلو الغشي في حيط ليه كاش ما تطورنانا وكاش ما تديفلوبينا وكاش ما كاش ما كانت حاجة من المسابينة كي ما قال دايمن انا نقول هالشكل ذاك المغني قالت كانك كاينة تخلاص ولا تكمل كي ما عك يعني يعني كاش اللي داروه ويحوسوا يعودوا يولو الناس رايتحوس على وجوه جديدة ذهنيات جديدة الناس نزهاء كي ما قلت البارح الناس الناس الشعب الجزاري رايحوس على اسبوع تزهر سواء منتخبين او اللي يكونوا في الوزارة ولا الولات ولا رؤساء الضوائر ولا مسائل تعال ادارة لا 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 إلا كانوا عاودوا هذو نفس الاشخاص ايو اللي وسيبالبان مالك هذو ما راحن يكونوا هما سبب النفور تا الشعب ما يفوتش عليهم هذي هذو هما احد الاسباب والمكان اثبات باش الشعب ايو اللي كان العزوف وحتى هما معارفين اروحهم باللي ما جاوش من طرف الشعب اللي انتخبهم وشعب ما انتخبهمش كل واحد كيفاش جا واحد جا بشكارة واحد جا بالولا واحد بالدبزة واحد بالبونية واحد بنعمو مسؤول كبير في الحزب واحد مسؤول كبير في الحزب بدد رهم عليه هو ما دام ادخل بشكارة اللي هي موش جايبها حلالية خصد رهم الحرام يروحوا فضلا هذو الثراء الفاحس والمال الفاسد وضروك مكاش ها القوانين ضروك مكاش البوليتيك مع المال الفاسد المخ واش يقول الافكار الممنهجة واش تقول المشروع واش يقول ولا كيفا الشعب شا يحوس يحوس على واحد راجل شبعان راجل كي منقوله راجل تعصح خاتش قال لك اين الراجل والرويجل وبوح باكار يخاف ربي سلوك حسن عنده نظرة مليحة الفكرة تعمليح منطقة اللي يكون فيها بروبلام ويكون عنده مشروع باش يخرج هذيك المنطقة من مشاكل وشبعان ونازية ونظيف ووطني مشي بطني ولا كيفا وما زال نزدو نحكيوها هكذا تقول جريدة الحياة اليومية اللي قالت بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ احزاب سياسية تتجند باش تدخل الاستحقاقات الاستحقاقات القادمة والكلام هذا اللي راكم شدته من هنا ومن هناك أو تعال شني شني وانني جاي من عمق الجزيرة انني نهضر الصحة الفريتيش اللي عشناه وليتمسناه وشراه يقول الشعبة وحتى ما السياسيين رمي هضروا بنفس الحوار ما نقولوش باللي ماشي قع ملاح ولكن هذو اللي ما مش ملاح خلاوا الناس تشوف الدنيا مش ملاحة حابين يشوفوا الضو ويشوفوا الشمس مش يتسمش من الاستحقاقات القادمة تاعة البوليتيك الروحوا الى التنمية وثاني فيها البوليتيك ويتعلق الامر بوحد المنطقة من ولاية خنشلة هذه الولاية الثورية السياحية والتاريخية والفلاحية واللي معروفة بطيبة سكانها منطقة الشيوية الحرار كذلك خنشلة وبابار وششار وارروحوا من ثم حتى لتبسة المهم المنطقة هذه يقولوا لها يا بوس السكان يعانيوا كما كامل الناس اللي ريتعاني وضروا كرانا في فصل الشتاء يعني كل شي يبانى على حقيقته المشكلة تاعة الغاز تزود بالغاز المدينة الغاز الطبيعي الناس رمحاصلين في البويتان الطرق الطرق المهترئة المركز الصحية الماء الصالح للشرب الناس ملقوش باش يشربوا ولا باش كما نقوله يسقيوا المحاصل التحم والشي اللي رم داروه بسكو هذو الناس رم في الحارث منهم مش عند السبولة هذو هم اللي رم يخدموا تع الصحة والشغل 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 كان أمراض كثيرة اللي هي أمراض السرطان خاصة في المنطقة هذه بعد التحاليل المخبارية تاع الصحة يقولوا باللي كان مواطنين حكمهم السرطان وضوكم نقولكم النتيجة هذه الشغل الشغل على باكم بكري الاستعمار الفرنسي اللي كان يقبل في هذا يعني القنابل العنقودية هذه الكيميائية اللي كان يستعمل هذا الاستعمار الفرنسي اللي الشعب الجزيري جامي ينسى شادر فيه ومن بين هذه المنطقة هذه المنطقة كذلك قال لك باللي الأغلبية الناس اللي ساكنين في المنطقة الجبالية وين الطائرات كانت تتظر فيهم بالبوانب رأهم مرضى بالسرطان نتيجة بعض المخلفات انت هذا اللي بومشي مناش عارفين المصدر تحهم لشيميك المهم عمره هم كانوا يضربوا الشعب ما كانوا يش يضربوا يضربوا بالأسلحة اللي ما يخليوا فيها والو يعني تروح على الأخضر واليابس ناهيك عن خطر الفيضانات تعالويديان اللي دات كل المحاصيل وكذلك رئيس البلدية راهو وكذلك شاف مع الصحفي وقالوا مع مشاريع رانا حيز التطبيق وهذا الأمر هذا تح الفيضانات تعالويديان والخطر تحهم 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 من فيضانات الويديان راه عند وزارة الموارد المائية ورميوا لهذا المشاريع تستنى النور السيد الوزير تعالموارد النائية أو كيف الرئيس يعني رئيس البلدية باسم الشعب تعالمنطقة هذيك والمشروع هذا وره وصل وكيف وهو وأشك ورح يطبقها عندكم مشروع ما كيش هتجاوبوهما والرسالة كذلك إلى السيد الولي تعويلا يتخنش له ولا كيف أجمعت الخير دايمن في الجزائر الغريقة والعميقة واش راح صاري في الشعب تع مناطق الظل اللي مازال لحد الآن لم ترى النور والمشاريع ما لحقتهاش مية في المية وهذا هو الشغل الشاغل تع الدولة الجزائرية اللي راه يتبع في المسائل كل واحد واش دير على حساب البرمامج المسنت إليه والساكنة هاركو مشتو في بلاد البترول والغاز كان اللي عقب تحت الأرض تحتهم التية وتاع القاز وهما ما عندهمش وكين اللي غاز البيطان يحوسوا عليه يعني بستين عالف ثمانين عالف مية تلف ويكري ترونسبور بلاك مية تلف وما يلحقش عليه هذا هو اللي يمات هذو ما يكشفوا كل واحد اللي حقيقته إذا لحقنا لفصل الصيف الأمراض والأوبيئة والأمراض المتنقلة عن طريق المياه والمشكل تعل الماء الصالح للشرب والمشاكل تعل تعل الإمكانيات اللي ما كاش باش الناس تقدر تتعايش مع المناخ وكي الناس ما نشوفوش احنا كما رانا عايشين هنا راه كل الإمكانيات الناس راي داخل المدينة وراح حاصلها كين مناطق ظل حتى في المدن هذي منطقة عين الدرهم تابعة إلى دائرة فرندا وولاية تيرث وتيرث وتيرث راي ولاية مهمة ولاية كبيرة ولاية تاريخية ولاية من الأقدم الولايات وتعاقبوا لها عدة مسائل وما نتحوش مياة في المياة مياة في المياة إلا قلة قليلة ها وضروك هذي 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 هاي بينها هاكي ما يقولوا الناس بكري براب لعين شا تكيفاه وينو مصنى على خطر دايمن الناس كانت تتمد برابور مشي جوز الأرقام كانت مغلوطة ما كانش لا رياليتي ها نصطدمنا بالوضع المزري هاكم شدتوا مشي أمر يبكي للحجر صورة مؤثرة جدا في الجزائر تاع البيترول والغاز الملايير المملي اللي كانت تتجي من هذي الريع شدرنا بها ما للناس اللي دات تدرهمها في الحرام وكلاتها بغيري حق ودارت فيه كروشة وفي جيوبها تتحاسب اليوم وزي تتحاسب عند رب العالمين لأنه هذي خيانة للأمانة ما نشنا ترعى المسوئيل تاع المنطقة هذي تعذروك اللي كانوا منقبل ودارت درهم هذي الناس وحقهم هذو هما اللي يتحاسبوا كيمارام يتحاسبوا ضروك وكان فيهم اللي موج مستعرفين نا الرئيس اللي ما بقالوش بزيف يعني حاول يبقى تلو بلك واحد السمائنتين هكذا ويقولوا لوكابتك وإليتك ومن جيته اللي هو دونالد ترمب الترمب واس دماتر ويدديو يور كريزي يه يكتلك تدعي الديمقراطية وتقول التداول على السلطة الشعب انت خب ما قابلكش بس كونت كنت داري في بلك بالي راكراح تخلت راكراح تخرج بارالبتيت بورت لوفا ترفض كابتك نشوفوا هذو الناس اللي يدعون الديمقراطية والنضج السياسي والتحضر والزعمة كما نقولوا دولة عظمى أو الكرسي وعرة حتى المريكان ويخموا نفس التخمام يعني تخمام واحد ولا البطاقة على الانتخاب اللي تدخل في الصندوق هي اللي تفصل خاستما تماركم بتقولوا بالانتخابات نازيها يعني هكذا تقولوا ونالي يدعون انتخابات منه ومن تتهموها باللي انتخابات مزورة ولو كان انتخابات مزورة في بلدان في وقت فات باينة بس انتظروك يا كتوما تقولوا بلي احنا هما اللي دورت على الديمقراطية والشفافية وضروك انت على راك مكش مستعرف يا نورمال موحدك وحدك تستعرف بس كنت الشي اللي درتو في المريكان ما يسمحلكش بس ازيد تدير مونده واحد اخرى لي انت درت الخيرو وعلى هذي اذا ترمب رباغ يدير مسيره في بعض المدن من بعض الناس اللي راهم كما نقولوا احنا مواليينو باها يقولوا بلي هذا الانتخابات مكش منها وتتعاود هنا وهذه حوسي يخلط فيها اه ترمبا انا شحان من خطره ونقولك اه ترمبا اروحا اولا لمرك تانغا حاروحا اه ترمبا اروحا اخذ من النظم البروتائي ونقولك هاروحا اجمع تسبور هذو اللي يامات الاخرين في عوض اللي الناس يكون كين عندهم الروح الرياضية تعلق كونكيرانس تعشكون الفريق اللي يحصد الالقاب ولا اللي عنده اكبر عدد من اللعابين اللي خرجوا راحوا للنخبة وراحوا مع الفريق الوطني ولا راحوا الفريق واحد اخرى هذا هو الاحتراف كل واحد يخمى مشكون هو اللي اول يعني راني انتبعوا في الفلسفة البيسانطية ايهما اسبق هالي الدجاجة ام البيضة مع احترامي لهذا الفريق والانصار تحهم المسيرين تحهم بسكو بدون اتهامات انا راني اروح الوبجيكتيف لا وهو كل واحد من الفريق يقول انا هو العميد اه شابب قاسينطيني ناسيس يقول انا هو العميد دانالا هو الي اول يعني انا راني قبل هم قاعران يعني لي كيف هذي نشأت في الف وثمانمائة وثمانية وستين مولودية وحرن الحاجة اللي مفهمتهاش فتريكو دانين الف وتسعمية وسبعة وربعين وهوما يقولوا بلي احنا نشأ الفريق في الف وتسعمية وسبعة عشر مولودية كذلك يقول بالإحنا أنا هو العاميت يعني أولا كيف يقول السراعة يعني دخل هذه الفلسفة هذه وهذه النزعة يعني في محيط ضيق لما عندهش علاقة لب كرة القدم يعني نبقى وحاصلين في هذا الأمر أو لا لنغا إحنا ماذا بينا السراعة يكون شكون اللي يقدر يدي الألقاب أكثر شكون اللي يكون فريق أكثر شكون اللي يقولي ماشي في الاحتراف أكثر ولو أني نحترم كل هذا الثلاث فرق والفرق الكامل تعالى الشامبيونة ولكن لا لنغا هارنا الشامبيون دافريك من 2014 من وفاق السطيف ما دينا حتى اللقب ولو رام كان تلث في راقدروك إن شاء الله على حساب ما رانا نشوفه راح يكون طموح مليح شبيبة القبائل نحييهم مولودية العاصمة لرام هيلين هما وجمهورهم لأنه عندهم أكبر جمهور هما عندهم شعب ماشي جمهورة وعندهم فريق مليح ومدرب مليح يخلوه يخدم برك شباب بالوزداد اللي ثانيك فريق رائع وراه يعني أنا انتصارات متتالية قرية ولا وطنية ودالاكوب دالجيري وكذلك نحييه وعندهم جمهور وأنصار كذلك ومليح شبيبة القبائل فريق ولكن غير مهردينها شوية غير في هذا اللونترينور اللي راي فيها إن هذا الأمور المتوترة سياسي كذلك فريق قوي وهائل وعنده تاريخها شباب قسنتينها وربحوا شحل من فريق هذيك ما زنبي جامي خسرت بثلاثة وما ضربه بثلاثة أنصار ولعابين مولودية وارن كذلك فريق ولعابين أما تخموش التخمام هذا خمو كيفية تكونوا فريق كومبيتيتيف يجيب الألقاب للبلداء ولا كيفية أجمعت الثقافة والفن ما بقناش سيدنا رمضان إلا ثلاثة أشهر لا يجعلنا إن شاء الله من صيام وإن شاء الله ويعود علينا بالخير والبركات ما بقاش بزا في هذا العام تا 2021 في ظل هذا الجائحة اللي إن شاء الله بالك من ذاك الوقت تكون راحت رفدت كابتها وراحتها ولكن الفعل الثقافي حاليا ويتعلق الأمر بالعنتاج الفني اللي الفنانين الجزينين كما قالوها شحال كما قال بلوز يعني من رمضان الرمضان قلة قليلة نهالي ما كانش كاينة الجائحة وما كانش كاينة الخدمة بزاف يعني الإنتاج ما كانش ما زال ما فهمناش يعني لا استراتيجي ولا بوليتيك هذي انتع الكولتور كيفاش راح تكون وما زال لم ترى النور فيتعلق الأمر بالإنتاج التليفزيوني والسينمائي والمسرحي وهلو ما جرى من أنواع الفنون دروك في ظل هذا الجائحة الشعب الجزائري ولا الجمهور الجزائري يتطلع إلى إنتاج نوعي بارابور يعني الشي اللي يشوفوا العمل اللي يفات يحب يقول بالليسنا ما يشوفش الشي اللي يشوفوا العمل اللي يفات يعني اللي لا كون اللي يصرعوا العمل اللي يفات ما يكونوش دروك كان إكسبشون العمل اللي يفات الناس بدأت الإنتاج قبل الجائحة على الكورونا وكان اللي لحقتهم مع الأخر مدروك رحم الناس يخدموا في ظل الجائحة يعني هل كما يقول جمال الدين الأفغاني هل الأزمة تلد الهمة؟ هل الانتاج راح يكون مليح؟ هل الناس تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللي اندارت العام اللي فات والأعوام اللي سبقت ويكون انتاج على طبق مليح ويكون في مستوى الذوق العام والرفيع ويستحسن الجمهور الجزائري برسكوا على بالكم بالشعب الجزائري في رمضان الانتاج التليفزيوني والفني عنده خصوصية يعني كاين واحد الايطار لانه العائلة الجزائرية تكون ملمومة وتشوف العمل هذا ان شاء الله احنا نتمنى والخير سيدي في جماعة الخير وان شاء الله نشوفه عمل افيكان جرون بليزير ولا كيفها؟ المهم من الانتاج والعنتاجية اللي ان شاء الله نتمنى ويكون خير نروحوا الى منطقة القبائل ورنظيا في اليوم في بلدية اميزور عائلة بن ساعة اللي عندها واحدة تفيل وكل العائلة كامل الاب الام الخوال الجد الجدة ان شاء الله نستبركوا بهذا الوليد اللي في عمره عامين وعلى غيرار يعني كل الجمهورنا اللي رم تواجد في القبائل الكبرى والصغرى وعلى كل الولايات على الوطن اللي رم يتابعوا فينا وتحية خاصة الى سكان ولاية بجاية اميزورنا ما الحدود للحدود واللي رم يتابعوا فينا وهذا تفيل قال لك يحب الخني هذي تاع هاي جني جني ويحب الحصة تاع جني ويقول لهم يقولهم جني جني ولا نني نني ويشوفوا تفيل هذا ربي يحب ضواء ما شاء الله على أشرف بن ساعة وكل العائلة تاعوا وكل منطقة اميزور وكذلك بجاية الله يحفظه ويجعله إن شاء الله من حفظة القرآن ورجل من رجال المستقبل هو كامل الولاد هذه حكمة وسر رباني تعال الولاد الصغر هذول رم يحبوننا إن شاء الله نتمنى وكل يعني وكل الشرائح يعني كامل لكاتيجورية أعزائي المشاهدين ما ننساوش ما ننساوش القلب التاعنا اللي نبغوه بزيف شكون هو نقول لكم ما شكون هو الحاجة والحاج هذو دايمننا احنا ما ننساوهمش على خطرنا ما يلحقوني أصداء يقولوا لو ما نتعشاوش حتى نشوفوا البرامج تاع الحياة ونشوفوا شني شني شوه والبرامج اللي مش غير انها ما نش نظر على روحيها حكاين كذلك برامج إن شاء الله رأي جاية ومبعض مورا يتوفوا وكذلك وكل برامجنا وقناتنا اللي راه يتكون في مستوى الذوق التاعكم وتليق بكم وإحنا نقدمونكم مغير الأفضل الحاجة والحاج دعوة الخيرة وكيما واحد قال لي يقال لي مش غير الحاجة والحاج يدعو لك إحنا ثاني راني ندعو لك يا أخويا كامل تعوننا وتعون بلادنا المهمة عزيزي المشاهدين ما تنسوش الباكسبوك وراكم شدتوا يعني أنا اللي رام يبحثون اللي فيديو في الباكسبوك تبينوا باللي هذا فري ولا لا لا وهذا اللي رام يديروا اللي رام يترافكيهم بأسمنا هذو يتحكموا يتحكموا يجي نعارهم برسكو هذي رأيتوا اعتبر اسكروك ريا المهمة عزيزي المشاهدين نقول لكم إن شاء الله نتلقوا غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت ثاني ميرث أتمروا وافي لومان إن شاء الله ورعني نصوى هاي داني داني ياشوف تremos هاي شني شني واختي المشوف ايا يد hå لي وعلافن التدفذ هاي غنّي غنّي أكلken ما يعني اييّ داني داني ياو يداني داني هاي که أتن Yellow ياو چنين جنين وصوتك ما عجيبني اييييiosنونج ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة اييييي سنينج واللتها خافة هاي داني داني يا راها تنفى هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا هاي دني دني نبكي بالدموع هاي شني شني بيستو معريفا هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني